في نبأ عاجل أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا اليوم تكنة برانيتا بصاروخ فلق واحد وأصابوها إصابة مباشرة للمزيد تنضم إلينا من جنوب لبنان حنان عيسى مراسلة الغد حنان يعني هذا النبأ العاجل هل لك أن تطلعين على مزيد من التفاصيل حوله؟ في الواقع سينار هذا النبأ ليس عاجلا هذه العملية تمت الساعة الواحدة أي قبل حوالي ساعة من الآن العملية الأولى التي أعلن عنها حزب الله على ثكنة برانيت في القطاع الأوسط بصاروخ فلق قبل هذه العملية كان الجيش الإسرائيلي نفذ غارة حربية على أطراف بلدات بيت ليف عيت الشعب ورامي من خلال الطيران الحربي هذا هو التطور الوحيد الذي حدث قبل حوالي ساعة من الآن على الحدود الجنوبية اللبنانية ما زال الهدوء الحذر يخيم على أجواء المنطقة في القطاع الشرقي يشهد هذا القطاع هدوءا تاما منذ صباح هذا اليوم وأيضا في القطاعات الأخرى وبالتحديد في القطاع الغربي عدى الغارات التي حدثت أو التي نفذها الجيش الإسرائيلي على البدات الثلاث والتي ذكرناها إذن هذا اليوم حتى هذه الساعة لا يوجد أي تطورات بارزة على الحدود الغارات الحربية وعملية واحدة لحزب الله أعلن عنها قبل حوالي ساعة من الآن ولكن حنان هل أوضاع على الأرض تشير إلى مزيد من التصعيد؟ هل هناك أي تحشدات؟ في الواقع هناك ترقب سينار خاصة بعد كلمة الأمين العام لحزب الله بالأمس والتي قال فيها بأن حزب الله مستمر على الجبهة الجنوبية في جبهة الإسناد التي يدعم فيها المقاومة في قطاع غزة وما دامت الحرب دائرة هناك فهذه الجبهة لن تتوقف وقال بأن الرد على سفك دماء المدنيين في الجنوب سيقابله أيضا دماء لدى الجانب الآخر أي الجانب الإسرائيلي إذن التصعيد في اللهجة التي تحدث بها بالأمس أمين عام حزب الله هي بحد ذاتها تترك مساحة من الترقب والحذر فيما سيتخذه الإجراءات التي سيتخذها حزب الله أو العمليات التي سينفذها ردا على استهداف المدنيين وبالتحديد في منطقة النبطية التي شيعت اليوم عددا من الضحايا الذين سقطوا جراء استهداف مبنى قبل أيام في تلك المنطقة إذن حالة الترقب هي موجودة والخوف والقلق بطبيعة الحال على طبيعة الرد الذي سينفذه حزب الله في المواقع أو ربما سيكون هناك ردا آخر غير العمليات التي ينفذها على المواقع الإسرائيلية الممتدة على الحدود الجنوبية إذن المعركة لم تنتهي هذا الهدوء ربما تخرقه ساعات ما بعض الظهر عمليات أخرى لحزب الله أو قصفا مدفعيا للجيش الإسرائيلي أو ربما غارات حربية كما نشهد يوميا لكن حتى هذه الساعة هذه هي تطورات على هذه الجبهة حنان عيسى مراسلة الغد من جنوب لبنان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر